تزامنا مع ولادة النور النبوي الصاطع فاطمة الزهراء عليه السلام أقامت شعبة مدارس الكفيل النسوية التابعة للعتبة العباسية المقدسة حفل التخرج المركزي لطالبات الجامعات العراقية دفعة بنات الكفيل الثانية بحضورا متولية شرع للعتبة المطهرة والأمين العام وعدد من أعضاء مجلس إدارتها لمشاركة خريجات جامعاتنا بهذه المناسبة التي تعلن عن بدء مشوارهن في خدمة بلدنا الحبيب احرصوا بناتي على إرجاع الجميل إلى أسركم الكريمة كيف أنت الآن بنت غدا زوجة بعد غد أم احرصي على أن تكوني أسرة متماسكة لها قيم ولها مفاهيمها الخاصة ولها أدبياتها الخاصة ولها ضوابط خاصة الجانب التكنولوجي ليس له علاقة بهذه الجانب أسرة متماسكة ومتقدمة في جوانب علمية راقية جدا هذا لا يمنع هناك عمل دؤوب على تفكيك الأسرة الناس الآن تعاني من أزمات كثيرة وأهل الباطل لا يحبوا أن يكونوا لوحدهم التفتوا يحبوا أن يشركوا الآخرين بباطلهم هذه نزعة لإنسان يشعر بالنقص يحاول أن يرمي هذا النقص إلى الآخرين بعلاوين براق فبناتي خواتي نحن في أيام مباركة وفي مكان مبارك وقبل الظهر كنتن ومارستن عملا مباركة سواء في أداء القسم وهذا قسم مهم وعظيم أو في أداء الزيارة ومناسك هذه الممارسات احرصوا دائما على أن تراقبوا أنفسكم لا تقعوا في فخاخ لابد الإنسان يكون دائما على يقضى وبإمكانكم وهذا أمر سهل جدا نحتاج إلى تعب فقط سرعان ما يتغير الأمر في البلاد من خلالكم الآن وفي مواقعكم المتقدم القادم إن شاء الله أن العقل العراقي عقل مبتكر خلاق ذو جذوة لا تهبو وذو عزم لا ينبو وذو همة لا تخيب وطالما ضربت العتبة العباسية المقدسة أمثلة حية على ذلك وأشارت إلى مصاديق وبراهين بأن العراقية جدير بالرعاية وأهل لكل مكرمة وأحق بكل تبني حقيقة شعبة مدارس الكفيلة الدينية النسوية التابعة إلى العتبة العباسية احتضنت فئة الشباب ومن خلال عدة نشاطات من خلال خمس سنوات أو سس سنوات منها مخيمات الكشفية منها حفلات التخرج للطالبات الجامعيات حقيقة لهذا الدفعة الثانية الدفعة الأولى أثمرت نتاج طيب من خلال التواصل المستمر يعني بقينا بتواصل مستمر مع الطالبات بدأنا نتكون مجامع من أدهم لخدمة المجتمع دخلوا في المدارس الدينية دخلوا في التوعية بالإرشاد بالبحوث قدموا يعني الكثير من الأمور الحفل الذي أقيم تحت الشعار من شذى خزانة العلم سيدة النساء نرتقي شهد العديد من الفقرات منها ترديد قسم التخرج في الرحب الطاهرة للعتبتين المقدستين إضافة إلى أداء مراسيم الزيارة الجماعية فضلا عن فقرات أخرى من ضمنها تكريم عوائل الشهداء من قبل المتولي الشرع للعتبة المطهرة ليكون دافعا معنويا لهن مع انطلاق مسيرتهن المقبلة بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا وقلوب الشعاء احتوتنا هذه العتبة العباسية ومدارس الكفيل المباركة بهذه الفعاليات الجميلة التي حقيقة إذا دلت على شيء فأنها تدل على احتواء الطالبات الخريجات لهذه العام وهذا يجعلنا نحن وكل الأخوات من الخريجات لهذا السنة نقدم شكرنا الجزيل لهذه المبادرات الطيبة من العتبة العباسية حقيقة هذا أعطانا حافز معنوي كثير من أجل أن نخدم المجتمع في جميع المجات وليس فقط في الأكاديمية العتبة العباسية المقدسة وما توليه من اهتمام بالغ في دعم شريحة الشباب ما هو إلا إيمان منها بدورهم الفاعل للنهوض بالمجتمعات وما يعول على أفكارهم في تجديد وتصحيح المسارات المتبعة للرقيب مجتمعنا إضافة إلى ما يمتلكونه من همم من وعدة وأنشطة فيما يقدمونه من خدمة لبلدنا العزيز ترجمة نانسي قنقر